كونيفة ترينت المكسوفة او المكشوفة بس انا اليوم هنعملها مكسوفة شوفو انتو بقى هتحبوها ايه وعملوها زي ما تحب اول حاجة هنعملها بمكونات بسيطة و سهلة جدا هي اصلا برقة فتت بقى بس بعمل 100 جنيه احنا هنعملها باقل من 40 جنيه اول حاجة معي اقل من 40 كونيفة انا قلت بس ايه اجرب في كمية قليلة عشان لو ما اجبتنيش يبقى يعني حرام ان هتترمي او كده فقلت اجرب في كمية قليلة جبت الكنافة وحطت عليها معلقتين سمنة والكنافة بتحاول تقطعيها او تفرميها مثلا في كبة الخلط ولو كبيرة معاك ما تخافيش هي بعد التحمير بتبقى سهلة انها تتكسدر خلاص هنقلب بقى فيها سمنة كده شوية وبعد كده هدعكها بايدي في السمنة هم بس معلقتين سمنة كبارة اللي حطتهم عليها عشان احنا عاملين كمية كنافة قليلة هنحن نحن نحن اندخل كنافة كلها ونعملها بيها يعني نبسها بيها شايفين وقطعها وان بعملها باستمنة يعني بحاول برضو ايه اصغرها شوية افضل بقى فيها كده شوية لحد ما استمنة تدخل فيها كلها شايفين ممتي لو اسهل عليك يعني ممكن تفرميها في كبة الخلط خلاص هحطتها بقى في صنية كده الامونيوم وهدخلها الفرن علشان تتحمص. حابة تحمصيها على البوتاجاز. على عين البوتاجاز تحمصيها. بس تخلي بالك لان كنفة بتاخد لون بسرعة يعني ايه? على طول كده خلي ايديك فيها. هي في الفرن برضو تخلي عينك عليها تخرجها كل شوية وتقلبيها لان هي بتاخد لون بسرعة عشان ما تتحرقش منك. انا دخلتها الفرن وكنت ملع عليها النور من تحت ومن فوق ومخليها عيني عليها. ما بتاخدش اكتر من خمس دقيق وهي في الفرن. خلاصة كل شوية بطلعها كده. ادخلها تقليبة. عشان حاجات البيضة زي اللي لسه متحمرتش تاخد لونها يا كمال. وارجع ادخلها تاني. خلاص. يعني خلي اتكون فيها. والحاجات اللي مكالكها زي كده او الكنافة كبيرة بتحاول تكسرها بالمعلقة بتتكسر عادي. خلاص. هنددرها تقليبة ونرجعها تاني الفرن نتاخد كلها لون واحد. خلاص. ومجهزة بقى معي. نص كوباية شرباط دي عبارة عن نص كوباية سكر وعليها نص كوباية مية وعصرة لمون. تبقى على النار حوالي عشر دقايق. نحطها بقى كده على الكنافة. احنا عملينا بس نص كوباية لان احنا كمية الكنافة اللي عندنا قليلة. اه الشرباط بقى اللي بي كويس في الكنافة لان هو اللي هيخلها تمسك الطبقة المنبرة زي هو اللي هيخلي الكنافة تتمسك معي. خلاص قلبي بقى في الكنافة كلها بحيس ان الكنافة كلها يكون جاي لها شرباط. وما تكتريش قوي برضو عشان ما يبقاش طعمها مصكرش زادة عن اللزوم يعني هي كده 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 مظبوطة. خلاص. ما تكتريش الشرباط. وخليه برضو في نفس الوقت يبقى داخل في الكنافة كلها. هنجب بقى الطبقة بتاعنا اللي هنعمل فيه. اي حاجة تكون مدورة معاك عشان تاخد الشكل المدور. هنحط له بقى ستريتش راب. او ممكن تحط كيس تلاجة. وكيس التلاجة هيبقى سهل بكتير لان ده بيقعد كرمش كده ومش بيزبط معاك. فالكيس هيبقى سهل بكتير. نزل بقى الكنافة. ونحاول ندلها الشكل المدور بتاع الطبق ده. خلاص. نزل الكمية كلها. ونحاول بقى نزبط الكنافة كده في الحواف بتاع الطبق. ندلها يعني الشكل المدور بتاع الطبق. خلاص. هنحاول نوزع الكمية بحيس ان كلها تبقى كمية متساوية على الطبق كله. وانا شغالة كده. حاست ان الطبق كبير. فنقلتها في حاجة صغيرة. لان كمية الكنافة المعي اكت قليلة. مع ان ده اصغر طبق عندي في يعني. مدورين في الحجم ده. بس انا نقلتها في حاجة تانية اصغر. خلاص. نقلتها في طبق صغير من كده. برضو هحاول عمل الجوانب بتاعته. ازبط الحواف بتاعت الطبق. وازبط الكنافة كده. وتتغسي عليها وانت شغالها عشان يكون فاق. تتمسك. خلاص وبعد كده هدخلها التلاجة. برضو تتمسك شوية على مجهز الكريمة اللي هنحشيها جواها. خلاص كده خلصناها وزبطناها. هدخلها التلاجة وعمل الكريمة. تاكيس كريم شنسي. لو عندك مثلا سيب او كده هو 40 جرام يعني حوالي اربع معلق كبار. هنزل لها كده ايه قدي كوباية لبن ساقعة من التلاجة. انا بستخدم لبن بلدي. فانتي لو عندك لبن مثلا معلب او مفيهوش خير او كده. وكدت ديفيله معلقة لبن بطر. هنضربها. المهم بقى ان الكريمة هنا تكون سئيلة. عشان تبقى متمسكة جواك وانت بتقطعيها. ما تبقاش طائبة معاك. فانتي عمالي الكريمة تقيلة. ما تزودش سوايل كذير فيها. ساعد اقلب فيها كده. انا رقعت اضرب فيها حوالي خمس دقيق لحده ما تمسكت. شايفين خلاص هبتدت تتمسك. تعرف بقى منين ان هي تمسكت. بتلاقيها عاملة منقور كده. والكريمة مش بتتقلب من الطبقة. انا هاقلبها لكم دلوقتي وهتشوف. خلاص هيخدت بس تحوالي خمس دقيق وبقت متماسكة معايا. شايفين بقلب الطبقة هوا. غير ما بتتحركش من مكانها كده تمام. معايا برضو فراولة كنت نفرزها في الفريزر قبل رمضان. هتلع منها كده شوية وزيف. ونقلب ونشوفها تحتاج تاني ولا لا. خلاص. وكمان معايا شكورتة بيضة مكعب شكورتة بيضة مسياحية هادفوا عليهم. بس نقلب بس الفراولة. نشوفها تحتاج تاني ولا لا. الجد هيكت حلوة قوي. وبالذات حاول تحطي الفراولة حتى وللفراولة عندي كتازة حطتها في الفريزر. بتبقى احلى بكتير. لانو انت بتاكل كده الفراولة بتطلع لك في النص ساقعة وبتديك ان تعيش فبتبقى احلى بكتير. يعني انا عملتها كده لان هي اصلا كانت متفرزة عندي. بس تلعت حلوة قوي. نزل كمان مكعب شكورتة البقيدة اللي سياحناها على البخار. ادالها برضو طعم حلوة قوي. وزودت شوية فراولة كمان. فقلب بقى كله على بعضه. هي شبه الكونافة اللي بالمنجا اللي كتطلع في فترة برضو اما كل مرة بيطلعونا بحاجة جديدة. بس اعملها لهم في البيت احسن مجيبان منبرة بسبعمائة جنيه. هي سهلة يعني مش محتاجة حاجة. النزل بقى الكريمة. شايفين كريمات ازاي مش نزلة خفيفة مية ولا حاجة. مش انو انت بتقطعيها تبقى سهلة معي. النزل بقى الكريمة الحدى بما نملى الطبقة بتاعة الكنافة بالكريمة. خلاص طويها بقى كده حاولت تزبطيها. حابة زودي الفراولة عن كده زوديها. يعني على زوقك بقى زي ما تحبي. بس ده اصلا في الكنافة الاصلية الفراولة كانت قليلة لما اجدش كثير. خلاص هنساويها بقى. ونقفل عليها كده بالستريتش راب. ودخلها التلاجة تقعد ساعتين تلاتة. لو مستعجلة عليها دخلها الفريزر هتبقى اسرع. بتطلع بقى بتبقى الكنافة من بره مقرمشة. وكريمة من جوة يعني بترتب كده وبتخفف السكر شوية بتاع الكنافة. وكمان الفراولة في النص بتدي شوية مزايزة كده وبتبقى سععة وبتبقى حلوة قوي بصرافة. خلاص هتخلها التلاجة. شايفين الكريمة ذيت بقت معي. مش هرميها طبعا. بصوا بقى عملت ايه. حطتتها في كوباية بقى. حطتت لها فراولة وحطتت في الفريزر اللي بقيت ايس كريم. هي اصلا كريمة وعليها شكولاتة بيدا وشايفين حتة الفراولة اللي جواه بتقطع دي. فبصراحة كدت طعمها تحفة. ممكن تعملوا الكريمة دي اصلا اللي وحدها ان هي ايس كريم. ايس كريم فانيليا وفي حتة فراولة كده فكاتت واحفة بصراحة. خلاص اعادتها بقى ايه انا بصراحة استعجلت عليها لان ام كانوا عايزيني يكلوها فصلتها استعها واحدة بس في الفريزر. انتو طبعا تسبوها اكتر من كده يعني. لان هي برضو كانت عايزة شوية كمان في التلاجة. خلاص طلعتها وقلبتها. طلعتها بس شوية شكولاتة كده زيينها زي ما ام كانوا عاملينها. طبعا انا تزيني في ضياعة كده انتو اشتر مني بكثير. استنافعش لقوي في الحلويات وفي التزين والحاجات دي. بس بحاوليها. حاول اعمل لها اي شكل كده بشوكولاتة. ومكسرة كمان شوية لوز. ممكن تكسر اي حاجة. السوداني هيليق قوي برضو البندو اي حاجة هتلاقي معي. انا كسرت شوية لوز كده وحطتهم على الوش. بتطعها بقى من جوة. ودي المكسوفة. انتو لو عايزينها مكسوفة بتشيروا حتى كده من الكنفة من فوق بقى الطاعة. بتعملوا فيها دايرة بتبقى كريمة للجوة بينة. بس انا حبيت عملها النهاردة مكسوفة. لو عملناها تاني ان شاء الله عملها لكم بقى المكسوفة عشان اوريها لكم. شايفين الكنفة بقى من جوة بالفراولة زي ما بقى لكم تلجة وجميلة. حاولوا تخلي الفراولة مفرزة تبقى احلب كتير معاك. وعملها لهم في البيت تجربوها. وبلش تشتروها مبارة بالاسعار المبلغ فيها دي. هي حاجة جديدة حالة وكل حاجة. بس برضو عمليها لهم في البيت هي سهلة اصلا المكوناتها سهلة وما بتاخدش اي حاجة. وبس يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وسبسكرايب لو لسه مشتركتوش في القناة. باي باي.